السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مستمعنا الكرام في حصة جديدة من حوار الأسبوع السعادة اليوم بأن نستقبل فيها مباشرة في السيدوهات إذاع تطاوين السيد علي الكوالي وزير الأقتصاد والمالية على هامش زيارته إلى ولاية تطاوين في الحقيقة مش تطاوين فقط كانت عنده زيارة إلى مدنين وتطاوين الولاياتين نزوز تقريبا مع بعضهم وذلك في إطار الخطة الحكومية تقريبا الاتصالية لمزيد ربما العمل في إطار الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا إذن تقريبا جل أعضاء الحكومة انتشروا في مختلف ولاية الجمهورية نعرف الوضع الدقيق جدا الجانب الاتصالي الجانب التحسيسي مهم جدا حتى نقدر حق قدره ربما الظرف الحساس والظرف الصعب الذي تعيشه البلاد إلى جانب ربما توفير التلاقية إلى جانب كذلك توفير اللوجستيات الكل الموجودة في المستشفيات الضروري يكون فما ذلك الدفع السياسي والحضور السياسي لهذه الحكومة في مختلف جهات الجمهورية حتى يعطي دفع أكثر للخطة وحتى يعطي دفع أكثر ربما للصفوف الأولى التي تقاوم هذا الفيريس وخاصة رجال الصحة أهلا بك سيد الوزير وسعيدة جدا اليوم بأن تكون ضيفي على موجات إضاءة طوين مباشرة في سيديوهتها المركزية وأنا أسعد لما بركها وأنا سعيد جدا على طريق الحصة هذه عندي نمكانية بش نتحدث ولا نسمع صوتي للتوانس الموجودين في الولايات تمتع الجنوب الدونسي وأنا حقيقة محظوظ سيد رئيس الحكومة قال لي نجي ونزورها للتوانس الولايات الهمة اللي هما ولاية مدنين وولاية تطوين هما ولن خاطر عزيز في قلوبنا وهما كذلك الموقع الجغرافي الهام اللي هما موجودين فيه طب كما تعرف ولاية مدنين عندها ثلاثة حدود حدود برية وحدود جوية قد رفما مطار وحدود بحرية وكذلك ولاية تطوين عندها أهمية قصوى معناها للجمهورية التونسية خلينا نقوله بالحدود اللي عندها بالنشاط الاقتصادي اللي موجود والنشاط مع معناها النفطي وكذلك معناها باش نجمو نهتمو بمشيغل المواطنين امتاحها انتي ذكرت ومشكورة مجابهة الكوفيد ونجمو ندخل عليها من بعد بالتفصيل وكذلك معناها التنشيط الاقتصادي والثقافي وغيره اللي عنده دور كبير واحنا بيدنا مضابينا نجاوبه على كامل مطالب شعبنا في المجالات هذه إذن هي زيارة بالأساس سيد الوزير خرج اختصاصكم اللي هو الاقتصاد أو المالية ولكن هي للاطلاع على كيفية ربما مجابهة هذه الجهات للجائحة كيف وجدتم في تطاوين ومدنين الوضع بالتدقيق أنتي كعنصر وكعظف الحكومة سيد الوزير أولا أنا نحب أن نشكر سيد والي مدنين وسيد والي التطاوين على الجهود الكبيرة اللي قاموا بها وعلى الإنجازات اللي قاموا بها وإن كانت في الولاية الأول ولا في الولاية الثانية الأشياء اللي شفتهم حقيقة تفرح صحيح ربما ما زالوا فما نقايص واحنا متدورنا كذلك بش نحسنوا الأداية متاعنا أما والحمد لله العمل اللي قاموا به والتنسيق اللي قاعدين يقوموا به مع كامل أطراف الجهة هام وهم جدا إن كان إدارة جهوية للصحة إن كانت إدارة جهوية للتنمية إن كانت كذلك مسالك الأمن وذيها وكانت ركز أكثر على الزيارة اليوم في الولاية التطوين أنا شفت ثلاثة مراكز متاع التلقيح وحقيقة الإطارات الجهوية قامت مرة أخرى بشغل جبار وكذلك المجتمع المدني أنا شفت الكشافة في كل مكان وكان عندهم دور فعال شفت جمعيات أخرى ومشكورة قاعدة تقوم بتسجيل المواطنين قاعدة كذلك تذكر المواطن بموعد التلقيح وذي الكل يوري ما قيمة المجتمع المدني في دولة كما تونس وين تضافر جهود متاع المواطنين إضافة لجهود الدولة يوصلوا النتائج هامة وهامة جدا وأخر زيارة اللي قمت بها قبل ما نجيكم للذاع اليوم هو المستشفى الجامعي في المستشفى الجامعي شفنا قسم الكوفيد قسم الكوفيد ومشكورين العديد من المواطنين من الجمعيات متاع المنطقة بصفة عامة جيد شغلوا الولاية أما ساعات يفوتوا الولاية قاموا بمساهمات جبارة وتمكننا باش نعملوا قسم المعالجة الكوفيد من أعلى تراث ومزلنا باش ندعموه تو مثلا عنا مولد متاعه كسيجين مزلنا كي تحصلنا عليه ومزلنا كي بدينا لول مكان متاعه وباش يصير معناها في القريب العاجل بعض أيامات وباش يصير معناها ندخلوه في الانتاج مزلنا كي زودنا المنطقة بعشر سيارات إنعاش وهذا الكل جاي في نطاق المخطط في مخطط مقاومة الوباء اللي قاعدين نقوم به في العديد من الأماكن وخاصة في ولاية التطوين وكانت تسمح لي لم أبروكها باش نوجه نداء راه مقاومة الجايحة هذية هي عمل جماعي عمل تقوم به الدولة وعمل تقوم به الصلطة الشهوية ما كذلك عمل كبير يقوم به المواطن المواطن يحب له يحمي نفسه المواطن يحب له يلبس بكمامة المواطن يحب له يحاول يتجنب كل ما هو أماكن اللي فيها اكتظاث المواطن يحب له يسجل نفسه في منظومة إيفاكس والمواطن يحب له كل مرة وين تصير الدعوة متاعه يمشي باش يقوم باللقاح راه هذك اللي مش يمكننا باش نفوسه على المعاركة هذية والمعاركة هذية باش نفوسه فيها وكان كلنا ما بعضنا الحكومة يحب لها تكون في الطليعة وقايمة بواجبها أهم حتى المواطنين عندهم معناها عندهم عمل يحب لهم يقوموا به والعمل هذا يهم في دور الحكومة سيد الوزير السؤال يطرح حول اللقاح فما يعني تصريحات سيبقى حتى لوزير الصحة وكان مجهود معنا هنا في سيديو إذاعة تطاوين وقال في الفترة المقبلة جوان جويلة باش يتوفر اللقاحات بكبيرة يعني كبيرة تقريبا شنو الجديد في الموضوع هذا بسيفتك يعني عضو الحكومة على مستوى وصول التلقيحات ويعني توفر التلقيحات بالعدد الكافي في تونس هاتنا بدأ من البداية طوى مثلا نهار الجمعة اللي فات في ولاية معناها التطاوين ما تجاوبوا مع المواعيد إلا خمسين في المئة من الناس ولذا كان فما لقاح متوفر لخمسين في المئة إضافي ولذا مرة أخرى هكذا علاش نواجه نداء للمواطنين راهوا اللي تسرر دعوة متاعه يحب له يجي ويحب له يعمل اللقاح متاعه أحنا صحيح أولا مش كل الناس اللي نستدعوها جي ومرة أخرى مضابية كل الناس اللي تسير دعوتها جي أما وكان جاول كل ربما العدد ما يكونش كافي قل ربما قادر حتى الوقت الحالي العدد قاعدين نتجاوبه حسب الطلبات الموجودة صحيح كذلك ألا في الأسبوع الأخيرة هذه الحكومة ووزارة الصحة ورئاسة الحكومة على رأسهم قاموا بدور كبير في العقود اللي نضيناها مع العديد من المزودين في العديد من البلدين أن كانوا في نطاق هبات وأن لن كانوا في نطاق شراءات قامت بها الدولة التونسية وكان العقود هذه تصير تنفيذها بقدرة الإله في آخر الصيف باش يكون عندنا الكميات الكافية باش نلقحوا لكل الناس اللي عندهم الإرادة باش يقوموا بالتلقيح أما مرة أخرى مش كان في يد الحكومة تقاطرنا قاعدين نشوفوا فيه ألا العديد من المزودين في مستوى العالم يصحوا معاك عقود ثم كما فم طلبية كبيرة على مستوى العالم سعاد ما يتجاوبوش مع طلبات متاعك معناها ديمة هذا دور ربما الدبلوماسية التونسية سيد الوزير والحكومة التونسية في البحث يعني على أسواق خارجية في البحث على ربما التبرعات في البحث على علاقة الاعتباد لعلاقات الخارجية لتوفير يعني خاصة في هذا الظرف الفترة هذه اللي هي بداية تتولي ربما سعيبة شوية دورنا الكل أنا بدي كنت في زيارة رسمية لإيطاليا في خل الأسبوع الماضي ومن المواضيع حالة رح نالها ويمكن أكبر موضوع هو موضوع اللقاحات ومعناها طلبنا من الإيطاليا اللي هي ترأس المجموعة متاع الدول المتقدمة اللي أولا يصير خلينا نقوله يصير بخثا اعتبار طلبات تونس في منظومة كوفاكس ومنظومة كوفاكس هي منظومة دولية اللي تقدم اللقاحات للعديد من البلدين منهم تونس ووعدتنا بربعة مليون جراء وما جاءونا كانت ستمائة ألف وطلبنا اللي الباقي الكل اللي جينا مننا لأخر الصيف وعدونا اللي بشتوصل وهذا كان طلب ثم طلبنا إعادة ظرفية من الدولة الإيطالية وجاوبت معنا إيجابيا وإن شاء الله في القريب العاشل هما كذلك بش يعطيونا جزء من اللقاحات ولذا الدبلوماسية عندها دور وكل المسؤول في الدولة التونسية عنده دور بش يقوم بهذايا وهذايا شيء طبيعي وهذايا واجبنا وراه حماية شعبنا هذا هي الواجب اللي أنا بتاع كل الحكومة والحكومة هذي قائمة به فما دعوات لما لا يعني تغيير الخطة اللي اعتمدتها الوزارة في التسجيل ثم بعد ذلك التلقيه أمام التلكؤ والطباطة اللي يسجل سيد الوزير في عدم إقبال المواطن طوعيا يأما على التسجيل أو الاستجابة لدعوة التلقيه في حال يعني تم تحديد موعد عليش ربما ما يتوليش يعني التلقيه مفتوح للعموم اللي عينه بش يلقح يلقح من غير ما ننتظره ربما الدورة متاعه اللي ينتظره أكل تقسيم حسب السن اللي اللي اعتمدناه ثم لما لا يتوفر يعني عند الخواص في السيدليات في المخابر إذا كان اللحظة تستدعي لأنه الآن وكأنه سيد الوزير في سباق مع الزمن لإنقاذ أرواح ربما إذا كان الخطة هذه ما مشيتش فائلية يلزمنا نبدل الخطة بش تولي تكون فما إنقاذ أكثر أرواح كلامك منطقي سيدتي الكريمة أنا ما نقول لش الخطة هذية ما مشيتش أنا نتصور الخطة هذية كانت عندها نجاحات ونجاحات كبيرة خاطر ثلاثة ملايين توانسة تسجلوا في منظومة كوفاكس ومع معناها عدد كبير من توانسة أخذاء وشراء أهلولة وعدد لبأسة به وصل لجراء ثاني عنا تقريبا مليونين على ثلاثة المسجلين أخذاء وشراء أهلولة تقريبا وعنا تقريبا ثلاثة متاحهم أخذاء جراء ثانية متاع اللقاح هل ما نتفاعلوش مع الواقع؟ نعم مثل كامل بلدين العالم راهوا كل عمل إنساني قابل للتحسين كل خطة هي قابلة للتغيير وكل خطة يحبنا معناها نغيروها حسب المعطيات الموجودة صحيح ربما ألا صار وقت وين الأولويات عبلها تكون مختلفة أما قاعدين نقوموا بيه ومرة أخرى شكر كبير السيد الوالي متاع المنطقة هذية ألا حتينا مراكز متاع تلقيح في المحتمديات هذيا ما كانش موجود عنده بعض سبيع وقمنا به حتينا كذلك أماكن أخرى وين الناس اللي ما عندهاش القدرة بيش تسجل نفسها وحدها معناها العديد من الأعوان إما منظمات أو موظفين متاع الولاية يجيبوا يسجلوهم هذي الكل التطور وان شاء ما نوصلوا في القريب العاجل بيش نجمو كذلك نمكنوا بيش يصير التلقيح في أماكن أخرى هو اللهام زادة ألا فما العديد من الإجراءات اللي حابلنا نقوم بها حابلنا نكونوا متأكدين وكان غدوة التلقيح موجود مثلا في سيدالية ألا كامل المعلومات اللي حابلنا نعمرها هل الإنسان مريئس ولا لا هل الإنسان معناها يخفي دويات ولا لا ولا غيره ألا كامل المعطيات هذية تكون مسجلة أما مرة أخرى تطور النظام متاعنا شي طبيعي وطبيعي جدا قمنا وصاروا العديد من الأشياء الإيجابية حتى الآن حتى وكان صاروا أشياء إيجابية حابلنا ديما في التعسين وإن شاء الله نوصلوا للأشياء التي قررت عزيتك فما دعوات أن تكون فما مجدية ولكن ربما سمحني حزم أكثر في تطبيق الإجراءات وكأن الأمر سيد الوزير وقلا إلى الولايات وكأن الحكومة يعني هي خف عليها الضغط شوية ووقلا إلى الولايات لاتخاذ يعني الإجراءات اللازمة يمكن مناطقيا يمكن كذا خاصة على مستوى يعني تنفيذ الحذرة الشامل شوفنا اللي موجود مثال في ولاية السوسة سيد الوزير هل هي خطة كيف تتحدث عنها معنتها فما مناطق فيها حذر ومعنت لا يتم تطبيقه كما يجب أنا وكنت اسمح لي باش هنحيي تونسا علاش قاتل ديما نلوموا عليهم آما التونس يظهر الصبور علاش قاعدين نعيشوا بالجايحة هذية منذ أكثر من السنوات طوال ومو سهل باش إنسان يحلم نفسه مجلسه من حريته على المدة زمنية هذية مو سهل باش إنسان يتفاعل مع المرض هذية ومرضه أختير مو سهل باش كل إنسان يشوف في عائلته من أصاب بالمرض هذية ولا اللطف من توفي من أثر الجايحة هذية ولا يرحم الموت تمتعنا ولذا حقيقة شكرا للمواطن التونسي أنا كمسؤول نطلب منه أكثر شوية نطلب منه باش يجيد يصبر شوية وباش يجيد يقدم جهد أكبر شوية علاش خاطر يحبنا لكلنا ما بعضنا نقاوموا الجايحة هذية باش نخرجوا منها صحيا ونخرجوا منها اقتصادية نرجع طوى الدور الحكومة ودور الولاة وغيره أولا فما تطبيق القانون التونسي وفي نطاق القانون التونسي فما العديد من الإجراءات ما يجب يقوم بها كان سيد الولي ولذا يقوم بها وفي العديد من الأحيان يقوم بها بتنسيق مع الحكومة وبتنسيق مع وصارة الداخلية وبتنسيق مع الوزارات الأخرى وهذا شيء طبيعي ثم ثانيا أحنا ولواش جيتنا على الميدان ولواش سيد رئيس الحكومة طالب مننا باش نكونوا على الميدان ألا لحديد من القرارات يحب الأدى تتخوه محليا كي عابد موجود على 500 كم وما يعرفش ما هي الوضعية الحالية في بعض الأحيان حتى على حسن النية ما يخوش القرار الصحيح ولذا أحنا عنا ثقة تامة في الممثلين اللي عنا في جهات وعلى رأسهم السيدات وسادة الولاد وهما حقيقة بالتشاور مع الحكومة مع رياسة الحكومة ومع وزارة الداخلية قاعدين يخذوا في الإجراءات اللازمة في المناطق متاحهم ولذا موش الحكومة قاعدة تتهرب من المسؤولية لا باش نزيدوا في النجاعة وباش نزيدوا معناها في القرارات اللذات أهمية للمنطقة خلينا للناس اللي موجودين على عين المكان باش يتفاعلوا مع الواقع طوى مثلا نعطيك مجرد مثال وعشته لما زرت ولاية مدنين وكان نعملوا أحصايات مثلا على الناس اللي مصيبة بشيحة هذية مثلا في شزيرة جربة وناخذوا بعديهم بعين الاعتبار كان عدد السكان في الشتاء أكيد باش تصير مغالطة عليش خطر في الشتاء عن عدد وفي الصيف بالناس اللي راجعة من الخارج بالنابس وواح وغيره العدد هذية يختلف ولذا ما خير واحد يخوها موجود على ألف كيلومتر قرار ومش واعي بالأشياء هذية ولا واحد موجود على عين المكان ويخو القرار الذات الأهمية خطر هو مطلع عليه كامل للطلاح أنا نتصور اللي فما خصوصيات جيائوية وميش ميخذوها كان الناس اللي موجودين في الجيحة أما أحنا كناس موجودين في الحكومة وفي تونس ديما معاهم وديما موجودين باش نعينوهم على كل حال باش ميكونوش ربما لولات هما اللي في على الجبهة الأولى وخاصة كل ما هو احتكاك ربما بالمواطنين في حاجة كما كنت تذكر سيد الوزير أنه تالت وفما قلق نفسي وفما يعني اتعب من تواصل كل الأزمة هذه بشكل كبير في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي سيد الوزير رئيس الجمهورية قال أنه لا مجال يعني بالتشاور مع كل المتدخلين اللي عندهم رأي في الموضوع لا مجال الحزر الشامل ولكن يمكن يتولي فما تقسيم مناطقي ولا إقليمي فما توضيح في المسألة هذه سيد الوزير أنا الحق مش توري بش ندخل في نقاش على طريقة لذاعة ولا التلفزة مع سيد رئيس الجمهورية لا مش نقاش ما فقط تعليق سيد الوزير يعني هو تحدث على قال أنه الحزر الشامل ما يمكنش يكون من السوش رأنا في دولة واحدة سيد الوزير أحنا في دولة واحدة وعننا احترام المناصب وإحترام عندكم فكرة على التقسيم المناطقي اللي تحدث عليه رئيس الجمهورية وأنه يكون الإغلاق حسب درجة ربما الخطورة متع كل ديها ولا تعليق مرة أخرى سيدتي كريم أنا ما نعلقش على معناها تسريحات سيد رئيس الجمهورية وعننا احترام كبير سيد رئيس الجمهورية وكل إنسان في دوره وأنا في دوري كعضم متع الحكومة بش نسهر العيشة التونسي بش نوفر له كل ما لازمه كل ما لازمه في ميدان الصحة وكل ما لازمه في ميدان الاقتصادي وربما فرصة كذلك أنا بش نحكي لكم شوية على الميدان الاقتصادي في الولاية هذه اللي هي ولاية هامة سنأتي إلى ذلك أختم فقط في الموضوع الصحي سيد الوزير نعرف مش اختصاصك هو اشتغل عليه وزير الصحة في زيارته الأخيرة وكان موجود هنا معنا وحكى بالتفصيل على طب الاختصاص فما الصندوق كذلك فما غياب لطب الاختصاص رغم الوقتها سيد الوزير قال راه الفلوس يعني متخلط بالذمة في الطباء الاختصاص اللي يجوه في طار ذلك الصندوق يعني تم حل المسألة ولكن يبدو أنه ما حلتش إذا كان عندك معلومة وإلا نمضي إلى الجزء الثاني سيد الوزير بوجودك استغل وجودك عضف الحكومة لهذا السؤال سيد الوزير أحنا في نطاق ميزانية 21 وفي نطاق أعداد ميزانية تعديلية 21 وميزانية 22 أرسلنا مبالغ كبيرة وكبيرة جدا إضافية لزارة الصحة بشتشم تواجه كامل المشاكل هذه شزء منها مشاكل هيكلية وشزء منها مشاكل ظرفية معناها عندها علاقة بشيحة الكوفيد وكيف كيف هو تتشوفه في قانون المالية التعديلي من العام 21 فما مبالغ لا بأسة بها إضافية قدمت لزارة الصحة تثبت الفلوس كوزير مالية تثبت الفلوس طاقة بالاختصاص في تعتاويين ألا لا هدايا يرجع هدايا يرجع لسيد وزير الصحة أحنا نثبت المبالغ للوزارة والوزارة هي من شغلها بشتوجهها لكل مكان على كل حال هذا فقط سؤال بحكم وجودك اليوم سيد وزير متابعة لهذا الموضوع في تطوين شنو وضعية المالية العمومية سيد وزير شنو خلاصة زيارتكم للولايات المتحدة الأمريكية أنتم الآن في استعداد لتحضير الميزانية جديدة الخطوط العريضة شنو الصعوبات الكلك فيش نجمو تتجاوزوها سيد وزير أحنا وضعية المالية العمومية صعبة جداً أحنا لما الحكومة هذه وصلت سنة الماضية في شهر 9 في شهر سبتمبر 2020 كانت الوضعية صعبة وصعبة جداً وإضافةً على وضعية الصعبة جيدنا جيحت الكوفيد هذه اللي معاونتناش رغم الصعوبات هذه اللي نعيش فيها يومياً اللي حكومة قاعدة تختم بش تجيب الموارد اللازمة بش تقوم بكامل النفقات اللازمة للمواطن التونسي إن كانت نفقات فيما يخص المرتبات إن كانت نفقات فيما يخص دعم للتونسيين إن كانت نفقات في تسديد الديون متاعنا توذكرت زيارة للولايات المتحدة كانت في هذا النقاش معناه ولما زرت الولايات المتحدة اتناقشنا مع أصدقاء تونس كانوا في مستوى الحكومة الأمريكانية أو في مستوى البنك العالمي أو في مستوى صندوق النقد الدولي فيما هي الإعانات اللي يجمع قدمها التونسي إن تمت نفقات سيد وزير في هذا الإطارة في نطاق المحادثات تمتاعنا مع الولايات المتحدة صارت الموافقة فيما يخص صحيبة متاع خمسمائة مليون دينار بيش تمشي الدعم بورتراتس بيش تمشي الدعم المرأة وخاصة المرأة الريفية بيش تمشي كذلك الدعم ما معناها الفلاحة وخاصة تزويد المياه للمناطق الفلاحية وهذا هي الكل صار فيما يخص صندوق النقد الدولي بدينا في النقاشات في الزيارة وتواصلنا في النقاشات وهنا ما زلنا نتواصلوا في الحديث ولي كل حادث حديث إلى الآن ليست هناك نتائج أما راه وهذا هي شي طبيعي العادة جرات النقاشات لما تبدأ مع صندوق النقد الدولي الدوم تقريباً ستة شهور وهذا هي شي طبيعي وإحنا ماذا بينا هالستة شهور هذية نقصوها ونفاو في ثلاثة ولا أربعة شهور وهذا هي هو الهدف في متاعنا وهذا يلا بيش نصلوله كي حكيت على خمسمائة مليون هو خمسمائة مليون دولار يحب أن نضعفوها في الثلاثة بيش ننقاول المبلغ بالدينارة التونسي فما حاجة جديدة في الميزانية جديدة فما ربما خطة جديدة في الميزانية جديدة كما كنت تتحدث عنه الظرف الأقتصادي صعب جدا على ماذا تشتغلون في هذا الهدفة سيد الوزير أولاً رغم الظرف الصعيب قمنا بإعانات وإعانات استثنائية للمواطنين التونسي وانتم ما شفتوا سيد الوزير الشؤون الاجتماعية أعلن عليها وسيد رئيس الحكومة أعلن عليها وقمنا بإعانات ظرفية للعديد من العائلات تقريباً مليون عائلة معناها خذات منحة استثنائية وهذا يلكل مرسود في قانون المالية من بعد فما بعض جهات كذلك خذات إعانات استثنائية أو مثلاً في ولاية تطوين عنا صندوق هذية لفيه 80 مليون دينار هذية إنجاز وإنجاز هاب والمابلغ هذية اليوم مرسودة وموجودة وقعدنا برشة بش نرصدوها أما طوال موجودة هيت نستعملوها وأنا كما الناس كانت طالبتني من الببلغ هذية أنا اليوم نطالب بالمشاريع ومضبية نصرفوها ونوعدكم لما تتصرف بش نزيدوها نعاودوا نزيدوها نكملوها بش يكونوا ديماً موجودين 80 مليون دينار للمشاريع متع التنمية ومشاريع التنمية متع الجهة ولذا هذية كذلك البسنة سيد الوزير بما تصنيف الشركة كذلك ديما يبقى الرأي متاع في أي حاجة تسويت وضعية سيد الوزير يبقى ديما رأي وزارة المالية هو يعني الفيصل في هذا الإتار والله رأي وزارة المالية مش هو الفيصل هو جزء من القرار والقرار دايماً قرار جماعي نعطيك مثلاً قرار أخر كي تحدثنا مع سيد الوالي شفنا ألا من المشاكل اللي تعيشها المنطقة هذية هي التسويت بالمياه والتسويت بالمياه الصالحة للشرب وهنا قضينا قرار باش نجمو نزودو بالمياه وباش نحطو تقريباً 200 بومب جديدة باش تمكننا باش توزيع المياه هذه قرارات أما قرارات جماعية جزء منها تابع وزارة الفلاحة وجزء منها تابع وزارة الصناعة خاطر فهم الكهرباء جزء هو وزارة المالية أما راه وقراراتنا كامل قرارات هو قرارات جماعية والنجاح أما النجاح جماعي ولا انت شاء الله منفشروش ما حتى وكان ما نجحناش هو ما معناها كمجموعة أما احنا نتمنيه والنجاح نتمنيه والنجاح وقعدين نفعلو باش نكونوا نشحين وخاصة في الولاية هذية اللي هي ولاية هامة وخاصة في ولاية مدنين اللي نشوفوها هامة كذلك وقبل لي وان شاء الله نزوروها في القريب العجل هو ربما يعني الاقتصاد هو الجانب المهم وبقينا في أكثر من ربما ميزانية سيد الوزير أنه أخر سيد الوزير أنه بقينا في تصريف اليوم لدولي بالدولة الدرجة أنه الاستثمار تقريبا ما عاش بش نجم ونحكو على استثمار ونحكوش على استثمار عمومي تقريبا أكثر حاجة الاستثمار الخاص إلى جانب ربما الاستقرار الاجتماعي فما خطة ربما لدفع الاستثمار لأنه العديد يقول الاستثمار هو الحل للإنتاج هو الحل لإنتاج الثروة وهو الحل كذلك حتى لاتهدأ الاجتماعي وما إلى غير ذلك يعني على مستوى ربما الجانب الاجتماعي اللي نشوفوه في غير الجنوب قاعدين نستثمروا إلا أنه نحن ديما نشوفه الأشياء اللي ربما ما ما تمشيش رقم سنوية على مستوى الاستثمار طيب مثلا في ميزانية واحدة وعشرين المبلغ المصود للاستثمار هو تقريبا سبعة مليارات دينار ولذلك مبلغ لباسة به أما في بعض الأحيات ربما ما نعملش الأشهار الكافي للإنجازات طيب أنا أنا مثلا البارح وفخور جدد مشيت مشيت على طريق الطريق السريع ما بين مدنين وراس جدير هاي هوا عندنا الطريق السريع وما كانش موجود عنده ستة شهور هوا إنجاز وإنجاز هاب هما غير بركة زادة يحب لنا نتعلمه نثمنه الانجازات اللي نقوموا بها في العديد من الحيان الأشياء اللي ربما ما نجحناش فيها نعملو لها أشهار كبير والأشياء اللي نجحن فيها ما نعملوش اللي شهر لازم مثلا قسم الكوفيد الجديد اللي قمنا به في سبيتار التطويل هذا هي إنجاز وإنجازها هاب وربما قبل كنا نحطوا سنوات باش نقوموا به والمرة هذي في وقت قياسي قمنا به ولذا فم العديد من الاستثمارات العديد من الاستثمارات الهم البلاد هذية ما هي بجننظوا بها كان بالاستثمارات أما حتى في الاستثمارات جزء لبأس به يحبلوا شيء من جانب الحكومي وجزء الثاني يحبلوا شيء من القطاع الخاص وهذا هو التكامل والتفاعل وأنا سعيد جدا على زورتكم اليوم نعطيك تختم سيد الوزير في زوز عناصر فقدتوا مش مش ناخذ من وقتك العنصر الأول هو كلمة أخيرة شو تتوجه بالنسبة للمواطنين على مستوى الكوفيد وعلى مستوى مجابهة جائحة كوفيد ثم الجانب الأقتصادي وانتم تقريبا تستعدوا في الوزارة لتحضير الميزانية جديدة نبدأ بالموضوع متاع الكوفيد شنو رسالة تتوجهها للمستمعين في الجنوب الشرقي خلينا نكونوا إيجابيين أحنا سوف نفوس جماعيا على الجائحة هذه وانا نطلب من المواطن شوية صبر إضافي وشوية انضباط إضافي ولذال ولكنا مع بعضنا باش نتعدوها كي نتعدوه كي نربحو المعركة هذية الصحية باش يجينا الاستهار الاقتصادي والاستهار الاقتصادي حاشة لازمة في دولة نامية كيما تونس يحب لنا لكلنا مع بعضنا نرجعو للعمل اللي عندو بعد موطن شغل يحاول يخدم أكثر شوية ولا ما عندوش موطن شغل أحنا كقطع عام وكقطع غاز خاص يحب لنا نضافروا الجهود باش نمكنونه موطن شغل راهوا احنا في بلاد وين يحب لنا نتعلموا نخدموا أكثر يحب لنا كذلك وكان ما نوصلوش النسبة انه مو تقارب العشرة في المياه العديد من التداعيات مش نشمو نتغلبوا عليها ولذا هذه هي إرادة الحكومة وهذه هي رؤية الحكومة واحنا نحب رجعو النشاط الاقتصادي بقوة في تونس بعد ما نتغلبوا على جيحة الكوفيد على الجرب الأقتصادي الميزانية نحن نستعدون لميزانية جديدة فما حاجة جديدة فما كذا شنون في عوجة لها سيد الوزير أكيد فما حاجة جديدة وأنا بدي أقول لك ما هي المبالغ الإضافية ومبالغ هامة في مستوى مليارات دينارات ألا بشنضخوهم في ميدان الصحة هذية بتبيعة هذية في جانب استثمار وفي جانب تحسين العيشة يومية متع التونسيين فما كذلك العديد من الإجراءات بشنضعفوا في الضرائب التي تونسي ما معناها يدفع فيها فما العديد من الإجراءات ألا بشتمشي للفيات المتوسطة والضعيفة وهو تتشوف قانون المالية التعديلي بش يكون لدى البرلمان بعد بعضها يمات يعني في الخطوات الأخيرة وإن شاء الله مجلس الوزراء بش يصدق عليه بالأخر الشهر ومبعض بش نبعثوه للبرلمان وتتشوفوا على طريق نواب الشعب اللي عندهم دور هام في الديمقراطية متاعنا بش تكون عندكم كامل المعلومات هذه وإن شاء الله ديما بلادنا في خير وإن شاء الله ديما ولاية التطوين في خير شكرا شكرا جزيلا سيد علي الكعلي وزير الأقتصاد والمالية كنت اليوم ضيف حوار الأسبوع مباشرة في السيديوهيد إدعاء تطوين في مهمة هي زيارة إلى ولايتين مدنين وتطوين للإتلاع ربما على الوضع الصحي مع جائحة كورونا تحدثنا في هذا الإطار وتحدثنا كذلك حول الوضع الاقتصادي في البلاد والاستعداد لتقديم مسروع الميزانية بالنسبة لمجلس النواب مشكور جدا سيد الوزير على قبل الدعوة شكر كذلك سيد الوالي اللي كان حريص أكثر يعني على هذه الدعوة وعلى وجودك يعني معنا في إدعاء تطوين مشكور جدا سعاد الورغي نلتقي معك إن شاء الله في فرص إذا عيال لحقها سيد الوزير في تطوين إن شاء الله إن شاء الله وشكرا شكرا جزيلا هكذا وصلنا مسماعي الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من حوار الأسبوع نلتقي معكم في حوار جديد وضيف جديد الأسبوع القادم شكرا جزيلا